بسم الأب والأبن والروح القدس الإله الواحد آمين أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متة قال الرب يسوع يشبه ملاكوت السماوات رب بيت خرج مع الفجر ليستأجر فعلة لكرمه واتفق مع الفعلة على دينار في اليوم فأرسلهم إلى كرمه ثم خرج نحو الساعة التاسعة فرأى فعلة آخرين واقفين في الساحة بطلين فقال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم وسأعطيكم ما يحق لكم فذهبوا وعاد فخرج نحو الظهر ثم نحو الساعة الثالثة بعد الظهر وفعل كذلك ثم خرج نحو الساعة الخامسة مساء فوجد فعلة آخرين واقفين فقال لهم لماذا تقفون هنا طوال النهار بطلين قالوا له لأنه لم يستأجرنا أحد قال لهم اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم ولما كان المساء قال رب الكرم لوكيله ادعوا الفعلة وادفع لهم أجرهم مبتدئا بالآخرين منتهيا بالأولين وجاء فعلة الساعة الخامسة مساء فأخذ كل منهم دنارا ولما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر فأخذ كل منهم أيضا دنارا ولما أخذوا الدنارة بدأوا يتذمرون على رب البيت قائلين هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وأنت سويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار وحره فأجاب وقال لواحد منهم يا صاحب أنا ما ظلمتك أما اتفقت معي على دنار خذ ما هو لك واذهب فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير كما أعطيتك أما يحق لي أن أتصرف بأموالي كما أريد أما عينك شريرة لأني أنا صالح هكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين حقا والأمان لجميعكم اخت الأحبة النصية اللي سمعنا اليوم من إنجيل متى هو فريد من نوعه لأنه ما منلاقي عن باقي الإنجليين ومثل باقي الأمثالي اللي يسوع دايماً بيعطيها بيستعمل الحياة اليومية ليوصلنا كلام ربنا وتعليمه بهذا الإنجيل بيستعمل صورة صاحب الأرض والعمال وبيترك للقراء والسامعين هن يكونوا عم يستنجوا الرسالة اللي بيحملها هيدا النص ويوضعوا نفسهم بقلب هيدا النص بإنجيل اليوم بيطلع صاحب الأرض من الصبح وبيضع عدد العمال عدد منهم كل شوية بيطلع مرة لدرجة أنه طلع بالنهار خمس مرات أول مرة كانت عند الفجر وآخر مرة كانت عند الساعة الخامسة يلي بيختلف بين أول مجموعة وباقي المجموعات أنه أول مجموعة هي المجموعة الوحيدة يلي اتفق معه أنه يعطيها دينار أما المجموعات البقية فكان يقلهم دايماً أنا بعطيكم حقكم بدون ما يحدد قداش الأجر من الواحدة أنه يسوع بيقصد بصورة صاحب الأرض هي صورة الله بحد ذاته والفعلة هني الأشخاص يلي دعاهن للعمل بحقله أي من دعاهن للبشارة هو شخصياً الله يلي بيدعي الأشخاص لهيك نحنا اليوم كمسيحيين مدعوين دايماً للبشارة الله شخصياً هو يلي بيدعينا لنكون نحنا اليوم عمال بحقله أكيد ما فيه لزوم اليوم ذكركم أنه وقتاً نحكي عن الدعوة ما بنقصد فيها فقط الدعوة الكهنوتية أو الرهبانية إنما كل شخص بمحال ما هو باي أو أم أو علماني موجود بحياته هو بيحمل دعوة للبشارة ولكن نحنا اليوم مدعوين نكون مستعدين وجهزين لوقتاً يجي ربنا ويدعينا نقدر نلبي هذه الدعوة ولنكون نحنا اليوم مستعدين مدعوين لنعيش شغلتين الأولى نكون بحالة إصغاء ديم لصوت الله بحياتنا بمعنى آخر نكون عم نقرأ بالإنجيل وعم نسعى أنه نفهم إيماننا المسيحي من خلال الأسرار من خلال تعليم الكنيسة ونكون عم نعيش بحياتنا أوقات من الصمت نرجع فيها لذاتنا ونكون عم نفكر بكل أعمالنا وبكل هالأمور اللي عم نتعلمها بالإنجيل أو بالكنيسة أو بحياتنا ليكون إيماننا المسيحي عم ينضج ويدخل أكتر بحياتنا ويصير جزء سابت بحياتنا وبالتالي وقت يكون ربنا جاي لا يدعينا لحيات ولا دعوة خاصة نكون نحن قادرين نصغي لأله وجاهزين نصغي لكلامه ثانيا نحن مدعوين أنه نكون بحالة استعداد وجهوزية دائمة وهيدي بتطلب أن نكون نحن عم نعيش فعلا حرية حرية يعني منكون نحن مش معلقين لا بالماديات لا برغبات هالحياة ولا بمواقع هالحياة ولا بسلطة هيد الحياة تكون نحن جاهزين أنه وقتا يدعينا الرب نترك كل شيء ونلحقه هيدا شيء منه سهل وخصوصا اليوم المجتمعي اللي هو بيجي لعنا هو بيدخل ع حياتنا وهو بيتعلق فينا وبيشدنا كتير لنحن نتعلق فيه مش من السهل اليوم أنه نعيش هيدا الحرية ولكن بنعمة ربنا ومع نروح الأدس نحن قدرين نوصل لها الحرية لنكون جاهزين ومستعدين لوقت ربنا بيدعينا نكون نحن عم نلبي هيد الدعوة أختي الأحبة بالختام نحن ما نسأل ربنا عن الأجر لأنه نحن واسئين أنه اليوم الأجر مع ربنا هي الحياة الأبدية هي الملكوت اليوم نحن بنعرف أنه غيتنا ورجانا أنه تكون أعمالنا تشبه أعمال الرب يسوع المسيح وكمان نحن اليوم بنصلي لكل الأشخاص يكونوا هني كمان عم بيمشوا هيد الطريق عم بتكون أعمالهم تشبه أعمال يسوع المسيح يتعرفوا على يسوع المسيح ويكونوا هني عم بيكونوا عايشين حالة جهوزية لدعوة ربنا يسوع بحياتهم أمين